الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتعرف ازاي ممكن تضيف دومين ودفوع في ادوات مشروف المواقع عشان تبدأ تظهر في جوجل وجوجل يارشف المدونة بتاعتك او الموقع بتاعك بطريقة سهلة وبسيطة وكمان ازاي تضيف السايت ماب الخاصة بالدومين بتاعك بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء خلانا تعرف على الطريقة بالتفصيل ولكن بعد الانتراك. السلام عليكم انا احمد ودي القناة منصة المعلومات لأول مرة تتفرج لقناتنا. اتأكد ان انت اعمل لايك واشتراك عشان هتتابع عندنا حاجات جامدة جدا. وخلينا نبدأ في الشرح مباشرة وازاي نضيف الموقع بتاعنا في ادوات مشروف المواقع. في البداية اللي ما يعرفش ادوات مشروف المواقع هي خدمة جوجل بتقدمها او اي محرك بحس عموما عنده حاجة اسمها ادوات مشروف المواقع الخاصة به. ادوات مشروف المواقع دي بتسمح لك ان انت تضيف الموقع بتاعك. وتضيف الخرائط بتاعة الموقع ده. اللي من خلالها البتات بتاعة محرك البحس هتدخل عندك على الموقع وتقرأ محتوى موقعك وتأرشفه. وكمان بناء على الكلام ده هيبدأ يظهر لك احصائيات الموقع بتاعك في محرك البحس. الكلام ده ينطبق على محرك بحس جوجل. ينطبق على محرك بحس بنج. ينطبق على جميع محركات البحس التانية. كل محرك بحس له ادوات مشروف المواقع. وليه نتائج خاصة بيه. فالفيديو ده شرح على ادوات مشهور مواقع الخاصة بجوجل وهسيب لك في وصف الفيديو برضو شروحات لادوات مشهور مواقع الخاصة بمحرك بحس بينج وياهو وكمان وكمان محرك بحس هواوي وكل اللي محتاجه هتلاقيه. وخلينا نبدأ مباشرة ويلا بينا. اول خطوة هنروح على البحس ونكتب جوجل كونسول او هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف وتنتقل لأول نتيجة في محرك البحس ونضغط بعد كده على البدء الان هتفتح لنا الواجهة دي يقول لك اكتب الدومين بتاعك. الخاصية اللي على الشمال دي عشان تكتب الساب دومين لو انت عندك مسلا دومين في مين وكذا ساب دومين هتكتبه هنا. او الدومين بتاعك مجانة تكتبه برضو في الناحية الشمال. لكن لو دومين اساسي بتاعك هتكتبه في الناحية اليمين دي. بعد كده نكتب نضغط على متابعة. هقول لك جار التحقق هيطلب منك اثبات ملكية. طبعا طلب اثبات الملكية ده عشان انا بفتح دلوقتي ادوات مشرف المواقع على اميل غير الايميل المرتبط بمدونتي على فتح من نفس الايميل اللي انا اعمل به مدونة مش هيطلب مني اثبات ملكية النطاق. لكن هنا طلب مني اثبات ملكية النطاق ودي لها اكتر من طريقة ان انا هزبت ملكية الناطاق. لو انا فاتح ادوات مشرف المواقع باميل مختلف طبعا هتلاقى عندك ان انت تاخد الاكواد دي وتروح تضيفها في الدي النياز الخاص بالدومين. تعمل خانة سينيم زي ما كنا بنربط الدومين وبنضيفها. لكن عشان نوفر الخطوات دي كلها وما نخشش في الحوار ده كله. ممكن نروح نسجل على ادوات مشهور مواقع المربوطة بنفس الايميل اللي عامل به مدونة بلاجر. لو روحت عليها كده وضفت الدومين مباشرة وعملت متابعة. طبعا ده الايميل ده متسجل هو نفسه الخاص بالمدونة. لو ضفت الدومين كده وضغطت على متابعة. هيقول لي على طول تم التحقق من الملكية تلقائيا. لأن هو نفس الايميل اللي هنا هو نفس الايميل بتاع المدونة. بس يا دي الفكرة كلها. فده الاسهال لك يعني بدلا تخش في حوارات تحقق وتروح تدور على ازاي تضيف البتاع. وتاخد معاك مثلا عشر دقيقة او ربع ساعة عشان يتم التحقق من الدومين. فانت افتح ادوات مشهور المواقع من نفس الايميل اللي انت ربطه بمدونتك على تمام? يعني الحوار ما فيش فيه صعوبية في الحتة دي. بعد كده الخطوة تانية هنروح على ملفات هنا. ونبدأ نضيف الدومين بتاعنا ونضيف ملفات. انا هقول لك اكتر من طريقة ممكن تستخدمها هتدي معاك عشان ما ترجعش تقول لي انا نضيفته وطلع لو كتبنا الدومين كده وكتبنا على طول وعملنا ارسال هيقول لك اه برضو غلط خلان شوف كده. عملنا ارسال هيقول لي خطأ برضو. طيب ايه الحل لو شلنا ال الى في الاول دي وعملنا ارسال تاني برضو هيقول لي خطأ. طب ايه الحل او ايه الطريقة المفروض نعملها لو اضيفنا من غير اي حاجة وعملنا ارسال برضو هيقول لي خطأ. ممكن تضيف من غير ما تضيف الدومين لو انت مدونة بلاجر مجانية. لكن لو دومين مدفوع لازم ان تاخد رابط الدومين كده وتضعه وبعد كده تضيف بعد منه وتعمل ارسال. لو عملنا ارسال ظهر عندي تعذر جلب الملف ودي حاجة عادية ممكن تظهر لك لا اول مرة انت تضيف فيها ويه بيقول لك ان يتعذر اضافة ملف الصحيط ماب. هنروح تاني ونضيف الدومين بتاعنا ونكتب ودي اسمها ملف صحيط ماب خاص بالخلاصة او الفيد يعني بتاعت المدونة. هنلاقيها هتضافت معنا بالشكل ده اللي هي في نهاية الدومين هتلاقيها هتضافت معك. طبعا الصحيط ماب هنعمل له ازالة كده. ونرجع نضيف ملف الصحيط ماب اللي احنا ارسلناه في الاول وفشل تحقق منه. هنرجع نكتبه التاني كده صحيط ماب دوت اكس ام ال. بعد ما اضفنا الار اس اس. ونعمل ارسال ونتظر لحظات هنلاقيه تم الارسال بنجاح وتم الاجراء بنجاح. اللي هو هواه نفس الملف الصحيط ماب اللي كان فشل من شوية بقى تم الاجراء بنجاح. وبرضو لازم ان يكون عندك مقال على اقل في المدونة بتاعتك. وضيفي الار اس اس اول. وبعد كده ارجع اضيف الصحيط ماب هتلاقيه تم. ممكن تضيف كمان ملف اطم دوت اكس ام ال. بنفس الطريقة ونعمل ارسال. ده برضو خريطة للموقع. هنلاقيها اضافت تم الاجراء بنجاح وقرأوا عدد المقالات الموجودة في الموقع بدون اي مشاكل. ودول يعتبر اهم تلت خرائط يعني هي خريطة الصحيط ماب هي المهمة. والفيد برضو ممكن تكون كويسة يعني. يعني بس هو اي واحدة فيهم من خلالهم جوجل هيقدر يقرأ الموقع بتاعك. لو رحت عالصفحة الرئاسية المفروض هنا هيزهر لك بقى احصائياتك وعدد ظهورك في محرك البحث. وهتلاقي شروحات باستفادة بشرح لك فيها كل حاجة خاصة ببلاجر ازاي تجيب زيارات ازاي تجيب كل حاجة. تتعلم كل حاجة يعني هتلاقيها في دورة على القناة تاعتنا. لكن الفيديو ده كان خاص بازاي نضيف اه المدارة بتاعتنا في ادوة مشروف المواقع ونضيف لها بطريقة سهلة وبسيطة عشان جوجل يبدأ يتعرف على الموقع بتاعنا ويبدأ يارشفه. اتمنى تكون استفدت من الفيديو لو استفدت تبخلش عليها بلايك واشتراك كان معك احمد من قناة مجلس المعلومات وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.